اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في تمتيلهم المثالي وقيادة قطاع الصناعات التقليدية والحرف نحو مستقبل مزدهر ومتطور هذا وأسندت وزارة النقل قيادة قطاع محطة مطار الجزائر الدولي هواري بومدين إلى خفاش كريمة وذلك من أجل إقحام المرأة الجزائرية في مجال النقل بالسكة الحديدية وكخطوة تهدف لتشجيع وتثمين مجهودات المرأة الجزائرية تزامنا ولا احتفال باليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح من شهر ماي من كل سنة حيث تنقل وزير النقل محمد حبيب زهانة بمؤية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوتر كريكو اليوم الثلاثاء في رحلة على مثل هذا القطاع من محطة السكة الحديدية إلى محطة مطار الجزائر الدولي هواري بومدين كل هذا يصب في دمج المرأة وجعلها قائدة في المجتمع وعنصر فعال يساهم في توجيه مقتورة البلاد وفي سياق آخرين يحتضن المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية قصر الحاج أحمد باي بولاية قسنطينة يوم لملاية والحيك بطبعة التانثة وذلك يوم سبعمائي الفين واربعة وعشرون هذا اليوم الذي جاء تحت إشراف زارة الثقافة والفنون يحمل شعار أحكي يا قسنطينة لملاية والحيك ترات ورواية كما تنطلق اليوم الثناثة فعاليات الأيام الوطنية للغنية الشعبية بزار التقافة بسطيف بمشاركة 19 مغنياً وهاوياً لهذا النوع من الفن الذي تتميز به الجزائر عن باقي دول العالم حيث تشرف على تنظيم هذه الأيام في طبعتها التاسعة جمعية الرشد الثقافية بالتنسيق مع مديرية الثقافة وبلدية السطيف وبرعاية وزارة الثقافة والفنون وستصحب هذه الأيام التي ستدوم لغاية الرابع من شهر ماي المسابقة الأولى للقصيد الشعبي ترحماً على روح الفقيد الطيب قتال شكراً على حصي الإصغاء والمتابعة في أملي لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر